كنت عايزة أسأل حضرتك أنا بقالي فترة متجاوزة وجوز غريب مش من أهل يعني حصل بيننا خلافات كتير ومشاكل كتير ويعني كانت بتعدي بس من حوالي يومين حصل بيننا مشكلة كبيرة جداً وأنا حالياً عند بيت أهلي وكل يعني كله بيقول لي أنت كنت بتعدي قبل كده عدي المرة دي بس أنا عايز أسأل حضرتك المشكلة دي هل ينفع أن أنا عدي فيها؟ طيب مشكلة ايه من عايز أعرف المشكلة ايه؟ أنا هحكي لك أنا صحيت من النوم لقيت جوزي ماسكت أيدي وبيبصمني على شكات الله أكبر الله أكبر يعني وأنتي نيمة؟ وأنا نيمة وحصلت مشكلة كبيرة وزعق وخرى بالدنيا بقى يعني مش تهيئات ولا شكات ايه؟ لا مش تهيئات بحقيقة حقيقة؟ أيوة طبعاً أيوة حقيقة أنا بقول لي حضرتك شكات ايه يعني؟ على بياض؟ شكات على بياض شكات على بياض ليه؟ ليه؟ هو أنت معاكي فلوس؟ لا هو عارف هو عارف أنا هجيبها منين؟ أمال بيمضيك ليه على الشكات على بياض؟ حضرتك أنا يعني أنا كأسرتي أعلى محترم وكويسين بس على قدنا هو عايزي يعني بالبين بالبصم هي يا رسالة دعوية بتقول لحضرتك الهدف إن هو يبصمك على الشكات ليه حاجة عندي؟ يعني عايزي في حاجة يعني؟ حضرتك هو بايع ذهبي وبيقول لي إن هو هيجيبهولي يعني محدد لي خلال شهر تسعة إن هو هيجيبهولي مم فأنا بأقول إن هو بيحاول يبصمني بحيث إن يبقى معاتي ده توقع يعني توقع؟ آه ده توقع أنا مش عارفة طب هو لما أنت يا فندم أمانت وجهتيه قالك إيه؟ ده مهم أقول؟ أنا ملحقتش أعمل حاجة وآآم كانت سعة تسعة لا واجهتيه بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ أنا حضرتك أنا تحيت من النوم يعني أنا حتيت إن في حاجة في إيدي قمت كده في مفضوعة لقيته قاعد جنبي وفي إيده دفتر شكات وبصامة وبصامت فعلا ولا ملحقتيش؟ مش عارفة أنا بقول لحضرتك أنا تحيت من النوم مفضوعة بس الإيدي صباعي كان معليه حبر الحبر آه 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 بس لكن أنا مش عارفة بقى رب العالم من جواز بقالك قدي يا فندم؟ من جواز بقالك قديم؟ إيه؟ من جواز بقالك قديم؟ من جواز بقالي ثلاث سنين ونصف عالدك أولاد؟ لأ وكمان يعني في حكاية الخلفة دي أنا مش مقصرة تقصيره طب أنا أسأل سؤال يا فندم جوابيني بصراحة؟ حاضر جوزك بيصلي؟ وأنت بتصلي؟ أنا بصلي بس هم مش بيصلي طيب زوجك يعني منضبط في ملوش علاقات خارجية؟ منضبط في حاجة خالص ليه علاقات خارجية نسائية يعني؟ وحويض وغامض لأ كعلاقات نسائية الله أعلم بيه عشان بلتم أقولش ليه وأنا مش عارفة حاضر يا فندم بس هو غامض جدا 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 يعني إيه غامض يعني متعرفيش بيشتغل إيه؟ لا هو في الشغل هو مع أبوه في الشغل بس أنا معرفش بيروح فين بيجي منين تليفوناته بتجيله كتير ما بعرفش مين كده ما بيحبش يحكي لي حاجة وخد دها بكيعمل بيه إيه؟ خد دها بكعمل بيه إيه؟ هو خد دها بيقول لي أن أنا كنت مزنوق في حاجة وبعته ومش عارفة دها بيه ومتعرفش الحاجة كمان مية وخمسين جرام مش عارفة راحت فين اتعامل بها إيه لأ جبنا حاجة في البيت ولا أنا شايف أنه هو بنع عليه حاجة هو بيشرب يا فندم بيشرب؟ بيشرب حاجة؟ هي السجار بس طيب طب وإنت قررت إيه؟ إنت قررت إيه يا فندم؟ أنا أنا بعد اللي حصل بنا ده أنا جيت عند بيت أهلي بس لسه معرفتش ولا أمي ولا أخواتي حاضر يا فندم قلت له يعني أنا هاخد كرار مع نفتي هفكر هشوف إنت ليه عملت كده؟ وهطل السخارة مرة واثنين حاضر لو لقيت إن إنت لسه هو يعني ندم وبيتحيل عليك بيقول لك تسعت شطان ومشيت؟ بس هل حضرتك يا دكتورة ديم ممكن يكون لحظة ندم فعلا؟ مرتك اللي مع شرك بقالها ثلاث سنين ونص تعمل فيها كده؟ طيب السؤال عشان عارف أجاوب حضرتك أنت عايدة ترجعيه له وحبتيه ولا أنت ما صدقت جات حاجة؟ لا أنا أنا عايز أسأل حضرتك هل أنا لو طلقت الطلاق كده يبقى حرام؟ أنا بسألك ما أنا أجاوبك بعد ما تحضرتك أنا بسأل سؤال؟ لا أنا مش مرتاحة معايا طول الفترة الجواز دي كلها مش عارفة حياتنا طيب يعني الجواز بين الزوجين موضة ورحمة وأنا مفيش في حياتي ولا موضة ولا رحمة طبعا حاضر 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 أي فضلت الشيخ؟ أنا مش عارف عارفة فيه مثل بولك كده لا تعليق حاجة تصدق بالله أنا مش أصد على ده اللي يعمل كده الشيطان يجي تعلم منه الشيطان يبقى تلميز عنده إزاي بأمراته اللي هو ربنا قال في حقها وأخذنا منكم مفاقا غليظة اللي أنت حطت إيدك في إيد باباها أولية أمرها وقلت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأنه عاملة معاملة طيبة أنت زوج خائن العد إن صدق كلامها ومس معلاش الطرف الثاني إن كان الكلام صدق أنا ما أمينش عليك معاه ولا ثانية لو أنت بنتي ولو أنت أختي والله أنا طلقك دلوقته هو مش بكرة إزاي مضيك يا فندم ده ممكن بقى يضرابك ولا يقتلك ولا يعمل فيك أي دهية في أي مصيبة فده ده 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 متخصص في الحاجات دي ده دي شيطان الجن يتعلموا منه فبصراحة لو كانت الرؤية دي صادقة لو كان الموضوع ده صادق حاضرك إخلاقي منه فورا مش تخلاقي عنه منه خلق لأ طلقه وخد حقوقك وكمان هي بتقول أنا لحبيته وأنا ما فيش موادة ورحمة وأنا مش مستقرة عاطفيا طب تقعد معاي إزاي وإزاي يجي أنا أول مرة في حياتي أنا سمعني يا فندم إن واحد بصم ميت شفت كده والله دخل يغسله ابنه جاب إيد الميت وبصمه والله حصل فعلا مهو المال قسما بالله واحد مرة واحد مرة يا فندم بيت في نبوه والله ده حصل عايز أشوف أبويا أشوف أبويا في القبر نظرة الوداع وهيموت نفسه قال يا جماعة يخشوا نظرة الوداع أكسم بالله ده حصل وبعدين غاب جدا جوا جدا جدا فدخلوا شوفوه لأه جايب البصامة وجايب العقد وتنازل وبيبص مبوه اللي ميت جوا طربته خد بالك اللي حصل بقى مسك صباح أبوه على التنازل وبيبص مبوه مات جنبيه اندفن معاه فأنا بنادي بقولك سيبك منه وينفيد بجلدك والخسارة رايبة ولا المكسب البعيد ده لا يؤتمن لا يؤتمن لا يؤتمن وانت ليس صغيرة ليس ساحاتك جاية توكل على الله